بينما يهتف المتظاهرون في ساحة التظاهر رغم تراجع أعدادهم مرشحوكم مرفضون تعقد كتل سياسية اجتماعات لاختيار رئيس جديد للوزراء كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر والفتح بقيادة هادي العامري المواليتان لإيران اجتمعتا لمناقشة آلية اختيار رئيس الوزراء نائب عن سائرون قال ان قيادات الكتلتين اوضحوا ان ليس ضروريا مشاركة جميع القوى باختيار رئيس الحكومة المقبل بسبب استبدادها وعرقلتها لعملية الاختيار لكن قوى اخرى ترى ان سائرون والفتح هما من تستبدان برأيهما وتريدان الانفراد بتسمية رئيس الوزراء المقبل الشارع يضغط الاختيار شخصية مستقلة للمنصب مما يصعب المهمة على الرئيس برهم صالح الذي تنتهي امامه المهلة الدستورية لتسمية مرشح الثلاثاء المقبل الكتل السياسية التي تدور في فلك ايران تسعى لتقديم اسم يحظى بقبولها ويكون في الوقت نفسه منفتحا على الغرب ولسيما الولايات المتحدة وقد رشح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اسم محافظ النجف الاسبق عدنان الزرفي المتظاهرون رفضوا هذا الاسم جملة وتفصيلا فهم يتهمون الزرفي بالتورط بقتل المتظاهرين في ساحة تظاهر في النجف خلال الاحتجاجات التي اندلعت في اكتوبر الماضي وينضم الينا مباشرة من بغداد المحلل السياسي السيد رعد عزيز سيد عزيز مرحبا بك يعني وسط كل هذه الانقسامات داخل الكتل الشيعية ومحاولات كتلتي الفتح وسائرون هنا بالتفرد بالتسمية أين وصلت برأيك هذه المحادثات محادثات اختيار مكلف جديد لرئاسة الحكومة أهلا زينو ومرحبا بالحقيقة يعني سائرون والفتح الآن هناك أصبحت أيضا نوع من الانشقاقات والتحركات بعد أن اتصل الفتح مع دولة القانون لتشكيل جبهة جديدة ولكن الأمر الآن المطروح على السطح هو تشكيل هذه اللجنة السباعية التي تذكرنا بتجربة 2006 حينما شكلت اللجنة السباعية الشيعية لتسمية رئيس وزراء والتباحث بشكل شيعي بحت وبالتالي هذا يعني يشكل نوع من التباطئ في اتخاذ قرار جديد لتسمية رئيس وزراء بسرعة وبإمكانية لحضور شخصية شفافة مقبولة من الجميع هل هناك من احتمالية سيد عزيز كي تختار هذه الكتل الشيعية شخصية مستقلة وتعطيه أيضا الحرية في اختيار كابينته بالحقيقة يعني تجربة محمد توفيق أعطتنا نتائج مباشرة وواضحة أنه لا يستطيع أي شخصية ترشحها الكتل الشيعية بالذات من أن يكون شفافا في اختيار الوزراء واختيار كابينة وبالتالي هذا الأمر صعب جدا وهناك أيضا مسألة جديدة حصلت في الشارع العراقي هناك عزل تام بين مطاليب الشارع العراقي والمتظاهرين والمحتجين وبين الحكومة التي تسعى للتشكيل حكومة موقعة جديدة أعتقد الأمر أصبح أصعب بكثير من الأيام الماضية وهذا يعني يحتاج إلى مباركة من الكتل السينية والكردية وإشراك الجميع يعني بالحقيقة هناك مقترح اقترحه أيضا الكثير من السياسيين أن تكون هناك لجنة تمثل الشارع والمتظاهرين للاشتراك في هذه الكابينة ولكن يبدو أن الكتل الشيعية المدعومة من إيران تحاول دائما أن تنفرد بالقرار ولا تزغي إلى مطاليب الشارع وإلى مطاليب القواء الوطنية التي تطالب بالتغيير تماما في حال عجز الكتل سيد عزيز عن اختيار مكلف أو مرشح لرئاسة الوزراء هل من عودة لرئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي لتبوأ المنصب؟ يعني بالحقيقة هذه تصبح يعني إذا لم نقل كارثة فهي مهزلة سياسية يعني يستقيل بناء على طالب المتظاهرين وتصبح هناك متغيرات وبعدئذ يبقى يعني معناها هل يعجز كل السياسيين في الكابينة الحكومية في العراق بكل ثقلهم القدماء والجدد والدماء الجديدة والطروحات يعني العراق ليس يعني لديه برلمان سابق لديه حكومات أعطى الدروس أعطى شهداء لا يمكن لها أن تختار شخصية متوازنة يعني عادل عبد المهدي بغض النظر عن اسمه رفضه الشارع واستقاله هو ولو واقع الأمر هو الآن ويدير الكابينة الحكومية أنا أعتقد هذا الأمر سوف يضع يعني العراق في خانة الأزمات أكثر مما هي يعني عملية حل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح أكد في رسالة له للكتل الشيعية سيد عزيز أنه عدم ترشيح رئيس الوزراء بنهاية المهلة الدستورية هنا تعني هنا خرقا دستوريا لا يمكن تبريره طيب تحت أي ذريعة فضلا حتى أن المادة السادسة والسبعين من الدستور تمنح رئيس الجمهورية أيضا ترشيح من يراه هو مناسبا برأيك هل هو هذا السيناريو الوارد في هذا الموضوع والله لا أعتقد يعني عاليا صيف تمثل أيضا دولة القانون قالت لا يمكن دستوريا لرئيس الجمهورية أن يرشح رئيس وزراء كما هو يعني وشاء أنا أعتقد يعني في نهاية الأمر عفوا سوف يتفق الجميع على كابينة يقبلها السياسيون والشيعة بالذات وماركة بمباحثات سرية مع السنة والكرد بعيدا عن الشارع هذا ما سوف يحصل مستقبلا نعم كنت معنا من بغداد المحل السياسي السيد رعد عزيزة شكرا جزيلا لك